موسيقى استمع المجلس إلى عرض لسيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمتعلق بنتائج زيارة وفد اللجنة الأممية لمناهضة تعديم من 22 إلى 28 أكتوبر 2017 وهي أول زيارة تنظم بعد اعتماد المغرب للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة تعديم وهو التوقيع والاعتماد الذي تم في 24 نوانبر 2014 ونص هذا البروتوكول على مقتضيات منها استقبال اللجنة الأممية لمناهضة تعديم والتي يكون لها اختصاص زيارة كافة أماكن السجون ومخافر الشرطة وأي مكان محتمى للاعتقال وأنها تقدم تقارير وتوصيات وتوفر المساعدة في القوانين فضلا عن المساعدة المرتبطة بالآلية الوطنية لمناهضة التعديم وبرز السيد الوزير في كلمته أن المغرب وافق على هذا الاستقبال وتنظيم هذه الزيارة باعتبار أنه ليس هناك تخوف أو شيء يسعى المغرب إلى إخفائه فليست هناك هشاشة أو أن الوضعية سوداء ليست هناك عقدة نقص إذا جوانب ضعف بل هناك جوانب قوة نسعى إلى إبرازها والتقدم بها إلى العالم وأكد السيد وزير الدولة على أن اللجنة قامت أثناء زيارتها بعقد لقاءات متعددة سواء لقاء موسع شاملة كافة القطاعات الحكومية برئاسة السيد وزير الدولة أو لقاءات في وزارة العدل الوزارة الصحة في البرلمان لجنة العدل والتشريع مع المجلسة الوطني لحقوق الإنسان المجلسة على السلطة القضائية أو رئاسة النيابة العامة فضلا عن زيارة ميدانية وتمكينهم بقائمة بكافة أماكن الاعتقال